بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا النهاردة وفي الفيديو ده هتكلم عن قصة الإسراء والمعراج من وجهة نظر عقلنية وأقول لك إيه هي الحقيقة وإيه هي القصة اللي هم ألوها لك وألبوها إزايك شوف يسيري قصة الإسراء والمعراج كما هم يعني يبدأوا ينتقدون من خلالها ويقول لك شوف أنت كلامكم مش منطقي وده مش حاجات يعني لا يمكن أنها تحصل فبينتقدوك إزاي بيقول لك هو فيه واحد بيطير بيطلع للسماء وبيطير وبعدين يقول لك إزاي تتم قطع المسافة من مكة إلى القدس في يوم وليلة في توقيت زي كده مفيش مركبات ومفيش أجهزة حديثة ومفيش المسائل دية والحاجات دية هو بيصور لك الموضوع كده كما ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من النوم جات له الفكرة دية يلعى على الناس التصوير ده وكل الكلام ده مش في محله طيب إيه هي الحقيقة اللي حصلت أنا هقول لك بقى الظروف والحقيقة والدنيا كتمشي ازاي شوف سيلي أول شيء سبق هذا الأمر أنه هناك تعتيم إعلامي قوي جدا ومنع البسطاء من الناس ومنع الناس من أنهم يسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد عنده عبيد منعهم أنهم يسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد عنده قومه وقبيلة منعهم من أنهم يسمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم فإيه اللي حصل هناك تضييق كبير جدا من كفار مكة وصنديد مكة على الدعوة وعلى نشر الدعوة من ناحية تانية يا سيدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لازم يبلغ الدعوة هذه وما عندهش قوة أنه هو يقدر يواجه صنديد قريش مع بعضيهم والأمور دية فما كانت الإسراء والمعراج والقصة كاملة إلا إن هي فخ حقيقي وقع فيه عدو الله أبو جهل ووقع فيه جميع صنديد قريشي إزاي جات القصة يا سيدي جات القصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم غاب وطبعا أبو جهل كان بيرخبه دقيقة بدقيقة وثانية ثانية فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأبو جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم افتقدناك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قد أسري بي ليلة الأمس إلى القدس والقصة اللي أنتم عارفينها فأبو جهل لما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام بقى عارف بقى مبسوط جدا إن هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلام غير منطقي وغير عقلاني وغير مطابق لتصورات الناس في هذا الوقت وبالتالي قال لك إيه قال لك خلينا بقى نعمله مؤتمر صحفي كبير جدا وهو في المؤتمر الصحفي دوك يقول للناس الكلام ده وبالتالي الناس تنفر من هذا الكلام وتعتقد أنه مجرد تخريف وحاجات زي كده وبطبيعة الحال ينفر من الدعوة ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم وحاجات زي كده فطبعا أبو جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ألا أجمع لك قومك على أن تحدثهم بهذا الحديث الذي حدثتنيه يعني أبو جهل عارف أنه لو راح قال للناس أن محمد بيقول كذا وكذا وكذا الناس مش هتصدقوا لسببين أولا عارفين أنه هو فاسق وثانيا عارفين أنه هو عدو لدود للرسول صلى الله عليه وسلم فمسألة طبيعية أنه هو يكذب عليه فهو حب أنه هو يوري للناس بعينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا الكلام اللي هو من وجهة نظر أبو جهل إيه عبارة عن تخريف وكلام خبري سوف يستحيل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو إيه أنه هو يثبت هذا الكلام فطبعا كانت دي فرصة أبو جهل أنه هو إيه هيخلي بقى النبي صلى الله عليه وسلم يطلع كذب قدام الناس وبيخرف وحاجات زي كده وحشى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك وهنا سقط أبو جهل أبو الشباب وهو اللي عمل بقى المؤتمر للنبي صلى الله عليه وسلم متهياله أنه بهذه الطريقة بيشوه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه هو مش عارف أن البرهان سوف يأتي بقوة على هذه القصة طبعا أما كمل لك البرهان إيه عايز ألفت نظرك إلى مسألة أن الملاحدة وأن الناس اللي بينتقدون من هذا الجانب بيغضوا نصف الحديث وبيطرقوا النصف الثاني أنت منحقق لما يجي حديث مش أنت طبعا أنت كمسلم واجب عليك أنك تؤمن بالحديث كامل إنما الغير مسلم منحقه أنه هو يقولك لا والله أنا مش مصدق الحديث ده لكن مش من حقه يقولك لا والله أنا مسدق نص الحديث ده أنه حصل ومش مسدق أن النصف الثاني حصل وده المغالطة اللي هم إيه بيغشون فيها وبيضللوا الشباب أرجع للموضوع النبي صلى الله عليه وسلم فعلا جمع له القوم بفعل عدو الله أبو جاهل وحدثهم حديث الإسراء والمعراج وطبعا الناس استغربت بالأمور وفيه كان ناس أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا أنهم يترددوا وفيه ناس ارتدت عن الدين وفيه حاجات زي كده حصلت فإيه اللي حصل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم خلص الخبر تماما واجهه البعض بالنقد وبوقاحة كمان أقول له يعني زي عندي نحن باللهجة المصرية أقول كلام معقول إحنا مش هنسدق اللي انت بتقوله ده إيه اللي انت بتقوله ده وحد حاجات زي كده فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه بقى الدليل وساق لهم الدليل الذي قسم ظهر أبي جهل وقطع دابر المسألة والنبي صلى الله عليه وسلم وصل الدعوة فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم قال لهم وأنا في الطريق قابلت عيرا لكم يعني عير لكم يعني قافلة لقراج كانت في الطريق فهذه القافلة قد نفرت وفيه يعني عير وإبل هربت هنا وجمل هرب هنا وحصل فيها نوع من النفير سلمت عليهم وقلت لهم السلام عليكم فقال أحدهم هذا صوت محمد وبعدين هذا العير سكنت ولما سكنت فلان ابن فلان هو اللي جاب الجمل اللي كان تايا أو اللي نفر وكذا وأن هذه القافلة لما تيجي اسألوها والقافلة كمان وهي جاية لكم إيه اللي يحصل هتلاقوها هتلاقوا القافلة جاية يوم كذا في الوقت الفلاني ويتقدمها جمل يحمل أدم أو حاجة زي كده يعني قال لهم كمان على مقدمة القافلة إيه اللي يحصل فيها وإيه الجمل اللي هو هيتقدمها وجايين إزاي يعني حتى افتراض إن النبي صلى الله عليه وسلم اتفح مع العير قبل ما تمشي يعني إن ده يحصل فهذا كمان الشيء مستحيل لإنه قال لهم نفرت وفي وفي إبل شردت والإبل بعد ما شردت حصل كذا وحصل لهم الموضوع كله إضافة إلى إن العير دي أصلا بتاع قريش وكفار زي قريش وولاءهم ولاء قريش وهم من قريش يعني مش هيقدروا إن هم يتحدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على صندية قريش وعلى قادة قريش فكمان دليل عشان اللي يطلع يشوف القافلة وهي رجعة التوقيت اللي النبي صلى الله عليه وسلم حدده بالضبط وفي نفس اليوم الذي النبي صلى الله عليه وسلم حدده بالضبط وتقدم القافلة الجامل الذي حدده النبي وحدد أوصافه بالضبط والناس طبعا إيه طلعت إن هي في هذا اليوم عشان تشوف بقى صدق النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف الدليل دوت إيه هيكون صحيح وإلا مش هيكون صحيح طبعا سبق الموضوع دوت أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم صف لي البيت يا رسول الله فإني خذرته من قبل يعني خذ بالك صف البيت أنا زرته وعارف كل حاجة وما فيش حد فيه ما هيقدر يكذبك لأن أنا شاهد وعارف إلي هناك وعارف بيت المخض الشكل وعارف المسجد الأخصى وعارف الأمور دي فالنبي صلى الله عليه وسلم أصبح كلما وصف يقول له الصديق صدقت يا رسول الله أشهد إنك رسول الله وفي نهاية المطاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصديق وأنت يا أبو بكر الصديق فسمي بالصديق من هذا اليوم المهم يا سيدي جات العير بتاع قريش وبعد ما جات العير بتاع قريش تقدمهم الجمل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين الناس لما جم جلسوا معهم صندية قريش وقالوا لهم سألوهم على حادث نفير العير والحاجات ديات والجمل اللي هرب والأمور ديات وقالوا لهم هل فعلا سمعتم يعني سمعتم شيء غريب قالوا نعم سمعنا صوت محمد يقول السلام عليكم فقال فلان ابن فلان هذا صوت محمد يعني كل الوصف اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفه وبدقة شديدة شافوه بعينهم وشافوا الجبل بعينهم وشافوا كل حاجة بعينهم وبعدين أصبحت هذه الحادثة من كلام خبري يمكنك أنك أنت ترفضه أو أنك أنت تقبله خد بالك الكلام الخبري يجب أن يكون عليه دليل يا جماعة فيه كلام استنتاجي وفيه كلام خبري عشان أنت تفهم الموضوع ده كلام استنتاجي ده أنت بتبنيه على أصول يعني أنا قلت لك قبل كده أنت أما تقرب من البيت عندكم وتشم ريحة الملوخية بتستنتجي أن الوالده طبخة ملوخية لكن ده بيظل استنتاج عندك فهمني إزاي ولكن استنتاج مبني على أصول لو استنتاج مش مبني على أصلي يبقى تخريب فهمني إزاي إنما مثلا وجاء أخوك الصغير وقال لك مثلا أن أبو رعي ده أمك طبخة ملوخية النهاردة يبقى الكلام دوت إيه كلام خبري قد يكون صح وقد يكون خطأ على فكرة استنتاجك برضو أحيانا أنت يجي فيه الخطأ لأنك أنت ممكن شم راح تجيران ممكن شم راح تجيران خدت لك إزاي فالمهم عشان عشان ما خرجكش من الموضوع كتير قصة الإسراء والمعراج الملاحدة بيأخذوا منها جزء فقط واحد صغير اللي هو بيقولك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى للناس أنه هو راح ورجع فيه إلى واحدة ويطلع إلى السماء والأمور دي ملكش حق في الحقيقة أنك أنت تأخذ جزء من الرواية وتترك الجزء الثاني ما ينفعش في أي كلام في الدنيا ما ينفعش الأمور لا تستقيم بهذا الشكل فهمني إزاي فأنت من حقك تقول لا والله أنا صح دي بالنسبة لك أنت معجزة لكن أنا مش مصدقها من الأول للآخر أنا عايز أشوف معجزة بعيني هتشوف وفيه معجزات ومعجزات لسه شغالة بل أنت أصلا عايش في معجزات أنت أصلا ميلاد الأطفال ده قدامك كل يوم معجزات الموت نفسه معجزة بس هو أنت لم تعد تراها معجزة لأنك بتشوفه كل يوم والنفس ألفته والناس ألفتها يعني انتقال الناس بالسرعات الرهيبة زمان كان بالنسبة لهم ده كلام يعني فيه يعني كلام فاضي وكلام تخريف وكده إنما النهاردة الناس بتنتقل بسرعات رهيبة جدا ومع ذلك خلاص ألفوا الموضوع يعني شافوا الموضوع ده حاجة عادية جدا فالملاحدة بيقولك أنتو النبي صلى الله عليه وسلم بتاعكم دوات اللهم صلى الله عليه وسلم لك على سيدنا محمد نعم نفخر أنه قائدنا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم يعني يقول كلام مش منطقي ويسخ لك الجزء الأول من الحديث ويسكت عن الباقي ليه لأن الباقي دينه وهنا المغلطات يعني أنا الوقت عايز أعدل لك القصة القصة مش هي أن النبي أصبح صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا والموضوع انتهى وكان كلام خبري ما عليش دليل لا ده هو كان استدراك في الحقيقة استدراك لصندية قريش لأنهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم أعايزيني وأعوفي أي مغالطة وطبعا هو مدهم الفرصة دية طبعا مكر الله سبحانه وتعالى فوق كل مكر فالله عز وجل مكر بهم أعطاهم هذه الفرصة فبالتالي أنهم لما أخذوا هذه الفرصة قال لك خلي بقى دعوة محمد توصل لكل بيت في كوراج عشان يشوفوا أنه هو مخرف وبعدين حاشى له صلى الله عليه وسلم وبعدين ينصرفوا عنه طبعا الله عز وجل مكر بهم وبعد ذلك الناس بقت مشتاقة جدا أنها تعرف إيه اللي حصل بعد كده طلعوا قبل القافلة وسمعوا شهادة القافلة وشافوا بعينهم الجمل الذي يتقدم وشافوا القافلة وصلت في نفس التوقيت الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم فطبعا أصبحت الأمور بالنسبة لقريش مقنعة يا جماعة عايز أقول لكم حتى قبل من ساها هي أن أمريكا بكل جبرتها بفريق من المستشرقين بيقولك تخطى السبعين ألف خبير في العلوم الإنسانية كل الخبراء والعالم دي ما قدروش أن هما يقنعوا مجتمع قبلي زي مجتمع طالبان وما قدروش أن هما يخدعوهم فإزاي ممكن النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانياته البشرية هو في النهاية شخص إزاي هو يقدر يخدع مجتمع قبلي زي مجتمع قريشي مش منطقية طبعا فأمريكا بكل جبرتها مش عارفة تخدع طالبان ويعتقدون أن النبي أو عزيز يخلونا نصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم بمفرده وخدع مجتمع قريشي طبعا شيء مستحيل يا جماعة آية من آيات الله سبحانه وتعالى أن قريش المجتمع القبائلي هذا يترك الأصنام ويترك الأمور دي ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع ده مش جاي من فراغ الناس دي شافت آيات الآيات اللي هي مذكورة عندنا في الأحاديث حديث البيهاقي مثلا في الإسراء والمعراج وآيات تانية بقى كتيرة مش عايزة أعود أتكلم عليها الآيات دي إن ما كانتش حصلت المجتمع القبائلي ده ما كانتش هغير فكره دي تحطها في اعتقادك ودي تأخدها في بالك دي تسوي دي الغرب في الهجوم الفكري بتاعه على المسلمين بيعتمد على عدة أصول أهم هذه الأصول أنه هو يشككك في معلومات من الدين أو يشككك في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم أو يشككك في أنك أنت تعتقد في أمور ليست عقلية بالمرة أو يشكك في أمور زي كده ومن ناحة تانية كمان في أصله هو بيبدأ يشككك أن هذه الأمور تتعارض مع العقل والمنطق وتتعارض مع العلم التجريبي وبيجيب لك ناس في ثوب علماء وأن العلماء دول تجريبيين وأن هما جربوا ومش عارف إيه والأو ومش صحيح ويكلمك عن التطور وعن نشأة الإنسان وعن حاجات زي كده طبعا الملاحي ده ممكن أن يجي يقولك لا أنا مش مقتنع بالكلام ده كله وأقوله والله خلاص يعني أنت مش مقتنع بالكلام ده ومش مقتنع بالرواية كلها لأن الرواية الوقت بالنسبة له كلها أصبحت كلام خبري فيجب عليه دليل جديد وأنت مش هتقدر تجيب الدليل لأنه ولا هيصدق البخاري ولا مسلم ولا حتى بيصدق النبي صلى الله عليه وسلم فهمني إزاي فمش هتقدر يعني أنت واجبك أنك أنت بقى تبرهن لو هتقوله طيب القصة دي مش عاجبك خلاص يا عمي أنا مش هلزمك بيها ولكن في آيات تانية بقى فيه إعجاز علمي وفيه الإعجاز التاريخي وفيه أن القبائل دي نفسها تقتنع بالنبي صلى الله عليه وسلم وتغير تفكيرها تبدأ توسع مدارك اللي قدامك بهذا الشكل بهذا الشكل وتقدر أنك أنت إيه يعني توصلوا إلى أن دي حقيقة لا يمكن المفر منها ولا يمكن الهروب منها لكن الملاحدة بقى يخدعونا يقول لك إيه أنا أنتو ده النبي بتاعكم كان بيقول أن الرجل بيطير اللهم صلى الله عليه وسلم وبرك وعلى سيدنا محمد يا عمي يتغد القصة كلها يتسيبها كلها إنما تاخد جزء اللي أنت عايزه وتسيب الجزء اللي أنت مش عايزه ومش منطقي ومسألة ما فيهاش عدل ولا فيها إنصاف ولا فيها أي حاجة من الحاجات دي واحد كتب لي تعليق على الموضوع ده بيقول لي طيب إحنا هنصدق أنه هو فعلا طار اللهم صلى الله عليه وسلم وبرك وعلى سيدنا محمد طبقات الجو العليا بيبقى فيها الضغط مختلف وبالتالي موضوع التنفس والأمور دي أنا أقول له أطالما إنك إنت صدقت أن القوانين الطبعية وقفت فيبقى وقفت عن كل شيء يبقى أنت الوقت بتتعامل بمقاييز جديدة خالص وبمقاييز تانية هي بالنسبة لك غير مألوفة لكن مش كل حاجة بالنسبة لك غير مألوفة تبقى مش حقيقة الكلام ده مش صح هو النبي صلى الله عليه وسلم بيعطي الآيات للناس بالقدر اللي يقنعهم وبالقدر اللي يقيم عليهم الحجة حتى لو كذبوا بصرف النظر بقى أن الأمور هذه معاك إنت مقنعة مش مقنعة ده موضوع تاني لكن هو على الثوابت العقلية مقنعة على الخطاب العقلي مقنع على المعاينة ورأي العين مقنعة على الأمور دي مقنعة أنت بقى كون أنك إنت مما تقتنعش فده معناها أنك إنت رفض السوابة العقلية ولما أنت ترفض السوابة العقلية طب هنعمل لك إيه مفيش حل بقى تاني فعلا مفيش حل أنا هكتفي بهذا القدر وإن شاء الله لنا لقاء آخر وقزاكم الله خيرا صلي اللهم وبارك على عبدك ورسولك محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا